عثرت لجنة التحقيق الروسية في حادثة تحطم طائرة رئيس مجموعة فاغنر على جثث عشرة أشخاص والصندوق قال أسود للطائرة في موقع تحطمها وقالت اللجنة بأنه لا تزال اللجنة تجري تحقيقاتها والفحوصات الجينية للتعرف على ضحايا هذه الطائرة من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات بأنه لا يمكنه الحديث بحرية عن مصرع قائد قوات فاغنر مضيفا بأن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تحديد كيفية السقوط تلك الطائرة ومقتل جميع ركابها تصريح بايدن جاء بعد أن انتقدت موسكو تصريحات سابقة له بأنه قال فيها قل ما يحدث شيء في روسيا ولا يقف وراءه الرئيس بوتين في سياق متصل عربة الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأنه من المحتمل أن يكون حادث تحطم الطائرة التي كانت تحمل رئيس مجموعة فاغنر حادثا متعمدا نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال بأن النهاية العنيفة لقائد مجموعة فاغنر لم تكن مفاجئة بشكل خاص وشدد على أن بلاده ليس لديها أي معلومات بشأن ملابسات الحادث